موسيقى بالنسبة لي ان وجبة الافطار انا واحد الوجبة لي مهمة بثاف ولكن على حساب المكونات ديالها اذا ان وجبة الافطار سيكون مكونات من مفيدة اذا ضروري ان يأخذها في الصباح لا يأخذ الافطار سيكون مكونة غير من السكريات الاطفال الصغار سيذهبون في المدراسة ويجاهدون اذا ضروري ان يأخذهم طاقة لكي يزاولون كل نشاطاتهم موسيقى اهلا ان يأخذ الافطار لكي يتمكن لكي يمسي قصير اذا ان يأخذ الافطار السيارة اذا ان يأخذ الافطار مستقرام ويستطيع الحساب من اجل الحاجة أنت تكون بكثير من أكثر محطة رائع الأشخاص وما أنت تكون وضع بكثير منك لكن هذا تجد التعليق جدًا تستمع الطرف ويجب أن تكون محطة رائع أعتقد أننا في نداري صغري أعتقد أننا مجال أعطائنا لأننا ستجل الواضحة فقط مجال وحتوى أننا ستجل لأننا ستجل النار لأننا في الحظات والأعب كي يدير بثة الحوايج يمكنش غادي يبدا نهاره وما واكنش ما ما يقدرش يركز في الدرس ديالهم يقدرش يركز مع البخوف ديالهم اللي كي يشرح لي يعني بحال هكا يضروري إنسان وستغطوا الوليدين هم اللي خاصهم يديرو هاد الأهمية هاتي أنهم يعني يتهلفوا وليداتهم يشوقوا الحوايج لي ليك تعجبهم لأنهم يأكلوها يحطلوا في المائلة ديال الإفطار يعني هكا باش يرغبوا لهم كل مكلة أنهم يأكلوها يقدر يمشي لي كل ميساق مع أصحابه مع مدراسة مع كده ولكن ما يكون فاطر مزيان في الدر قالوا غادي ذلك الوجبة غادي يسوفر لي واحد طاقة مزيانة فأنا من يكن نتكلموا على الأطفال هي واحد فئة اللي ضروري خاصها تناول وجبة الإفطار في الصباح خاصة أنهم دخول مدراسي وكحتاجوا التركيز كحتاجوا بزادي المسائل وحتى بنسبة النموذي لهم الجسادي فالإفطار الميسبة لي واحدة الوجبة اللي مهمة بزاف بس يكونوا دائماً نهار كامل تدوزوا بواحد طاقة إيجابية وتكونوا يعني قادرين أنهم يواجهوا كل ما يطلب منهم النهار وتكون حتى جسادياً وتكلموا عاقل السليم في الجسم السليم فالإفطار واحدة الوجبة اللي مهمة خاصة لكنا نتكلموا على الفئة للأطفال